مشاهير فلسوا بعد ما كانوا أصحاب ملايين مايك تايسون اللي وصلت سروته لربعمية مليون دولار صرف فلوس كتير على حاجات عشوائية لكن أكترها شهرة هي النمور اللي كان مربيها عنده دفع 140 ألف دولار علشان يشتري نمرين وكان بيأكلهم في السنة بـ 200 ألف دولار ودفع على تدريبهم 125 ألف دولار في الأصر بتاعه اللي 8.5 مليون دولار ورغم كده واحد من النمور هاجم على الجيران فاضطر تايسون يدفع لجاره تعويض 250 ألف دولار يعني النمور اللي مربيها لوحدها كلفته حوالي 650 ألف دولار بس بالنسباله ده مش مبلغ كبير مقابل الملايين اللي كان بيأخدها من الملاتمة ومن الحاجات الغريبة اللي اشتراها بنيوا علشان يستحمى فيه مصنوع بالكامل من الدهب و8.2 مليون دولار وملايين على الأصور والسيارات والملابس والساعات والمجوهرات والحفلات ده حفلة عيد ميلاده الثلاثين لوحدها صرف عليها 400 ألف دولار لحد ما أعلن إفلاسه في 2003 بعد ما وصلت ديونه ل23 مليون دولار